السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على مولانا رسول الله لتلاوة القرآن هناك آذاب قلبية وأذاب ظاهرية فأما الآذاب القلبية فأولا معرفة أصل الكلام وهو التنبه إلى عظمة الكلام المقرؤ وإلى تفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه حيث خاطب مخلوقيه بهذا الكلام الشريف وتكفل تفضلا منه ورحمة بتيسير إفهامهم إياه ثانيا التعظيم وهو استحضار عظمة منزل القرآن في القلب والتنبه إلى أن ما يقرأه ليس من كلام البشر ويتوصل بهذا إلى التفكر في صفات الله وجلاله وأفعاله ثالثا حضور القلب فيطرد حديثا نفس أثناء التلاوة ويتولد من هذا التعظيم فإن المعظم لكلام الله يستبشر به ويأنس له ولا يغفل عنه التدبر إذ لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها وهو محاولة استيعاب المعاني لأنها أوامر رب العالمين التي يجب أن ينشط العبد إلى تنفيذها بعد فهمها وتدبرها خامسا التفهم وهو أن يتفاعل مع كل آية بما يليق بها فيتأمل في معاني أسماء الله وصفاته ويتأمل في أفعاله ليستدل من عظمة الفعل على عظمة الفاعل ويتأسى بأحوال الأنبياء وكيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم وكيف لم يزد هذا في ملك الله جناح بعوضة ولم ينقص إذ الله غني عن العالمين وعن تقوى المتقين وفجور الكافرين ويعتبر من أحوال المكذبين وأنه إذا أغفل أو أساء الأدب فربما أدركته النقمة سادسا التخصيص وهو أن يستشعر القارئ بأن كل خطاب في القرآن موجه إليه شخصيا فعليه أن يقرأه كما يقرأ العبد كتابا خصه به مولاه يأمره فيه وينهاه سابعا التأثر فيتجاوب مع كل آية يتلوها فعند الوعيد يتضاء الخيفة وعند الوعد يستبشر فرحا وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا وعند ذكر الكفار وقلة أدبهم في دعاويهم يخفض صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالاتهم ويشتاق للجنة عند وصفها ويرتعد من النار عند ذكرها ثامنا التخلي وهو تحاشي موانع الفهم مثل أن يصرف همه كله إلى تجويد الحروف وأيضا مثل اعتقاد حصر معاني آيات القرآن فيما تلقنه من تفسير تاسعا التبرل وهو أن يتبرأ من حوله وقوته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويتحاشى النظر إلى نفسه بعين الرضا والتزكية أما الآداب الظاهرية فأولا هي طهارة كاملة في البدن والثوب والمكان واستعمال الطيب والسواك ثانيا استقبال القبلة ثالثا الاستعاذ من الشيطان الرجيم وقراءة البسملة رابعا التفخيم عند التفخيم خامسا الإمساك عن القراءة عند التثاؤب سادسا عدم قطع التلاوة بالحديث مع الناس سابعا الوقوف على آية الوعيد ويستعيد بالله والوقوف على آية الرحمة ويسأل الله من فضله ثامنا الخشوع والبكاء عند القراءة قال النووي رحمه الله البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين وإذا مر القارئ بأحد قطع القراءة وسلم ثم عاد إليها كما يقطعها وجوبا لرد السلام ولتشميت عاطس ويقطعها ندبا لإجابة المؤذن ولحمد الله بعد العطاس والتلاوة إما جهرية ومسألة التجويد فيها واضحة وإما سرية وهذا ينبغي أن تكون مسموعة للقارئ أو من كان قريبا من فمه وأما النظر إلى الكتاب بالعينين دون تحريك لأدوات التصويت والنطق وإخراج كل حرف من مخرجه مع مراعة صفاته فليست بقراءة ولا تلاوة وربما جاز أن يطلق عليها وصف اطلاع أما قراءة أو تلاوة فلا أما عن فضل تلاوة القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ومن الأحاديث الشريفة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران متفق عليه ومعنى يتتعتع فيه أن يتردد عليه في قراءته لثقله على لسانه وضع في حفظه وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيام بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن والحسن بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترميذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع صدورنا وحجة لنا لا علينا تقبل الله صيامكم وقيامكم إلى فيديو جديد إن شاء الله لا تنسى الاشتراك والإعجاب حتى يصلك مني الجديد